اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب الصف الاول بمدارس التعليم الفني التجاري والفندوقي والتعليم والتدريب المزدوج في حلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة المالية اليوم ان شاء الله نستكمل حديثنا عن تحليل العمليات المالية لاطرفها المدينة والدائنة في الحلقة السابقة اتعرفنا على تعريف علم المحاسبة بشكل عام وعرفنا ان المحاسبة هي نظام للمعلومات هدفه توفير المعلومات لمتخزي القرارات الداخليين اليوم موجودين داخل المنشأة ودولة بتتمثل في ادارة المنشأة بمستوياتها المختلفة وكذلك توفير المعلومات والبيانات المحاسبية اللازمة لمتخزي القرارات الخارجين اللي هم خارج المنشأة ودول بتتمثل طبعا في الملاك وجهات أخرى زي مصلحة الضرائب وغيرها من الجهات التي لها علاقة وسيقة بالمنشأة تعرفنا أيضا على فروع علم المحاسبة وأوضحنا أن هناك عدة فروع لعلم المحاسبة وأن عندنا المحاسبة المالية وكذلك المحاسبة الحكومية والمحاسبة الضربية والمحاسبة الإدارية مجالات مختلفة وفروع مختلفة لعلم المحاسبة قلنا خلال منهجنا في منهج مبادئ المحاسبة المالية هنركز على المهارات الأساسية لمجال العمل المحاسبة المالي أو فرع المحاسبة المالية وقلنا طبعا أن المحاسبة المالية بتبثل اللبنة الأولى لعلم المحاسبة أوضحنا أيضا أن المحاسبة مهنة هي علم وفن تسجيل العمليات في الدفاتر المحاسبية بهدف توفير المعلومات لمتخزي القرارات المعلومات المتعلقة أو المعلومات المحسبية المتعلقة بالمنشئات والوحدات الاقتصادية أو الوحدات غير الاقتصادية في المجتمع بعد ما أوضحنا طبعاً أن المحاسبة مهنة بتتضمن مجموعة من المهارات ومجموعة من المفاهيم والمصطلحات المهمة التي يجب أن يمتلكها ممتهني مهنة المحاسبة لأن زي ما احنا عارفين أن المصطلحات والمفاهيم بتمثل لغة للتواصل بين أصحاب المهنة الوحدة وإحنا كعملين في مجال الحق المحاسبة لنا لغتنا الخاصة ولنا مصطلحاتنا الخاصة ومفاهيمنا اللي بنستخدمها وطبعاً أنتوا ان شاء الله خلال دراستكم لمبادئ المحاسبة هتسقلوا مهاراتكم وكذلك هتمتلكوا المفاهيم والمصطلحات المهمة من علم المحاسبة أو مهنة المحاسبة أوضحنا في الحلقة السابقة أيضاً أن عندنا فرع مهم جداً زي ما أوضحنا فرع المحاسبة المالية اللي هو طبعاً بيهتم بتوفير المعلومات اللازمة لمتخز الكرارات طبعاً المحاسبة المالية زي أوضحنا بتطبق في المنشآت الهدفة للربح أو الوحدات الاقتصادية وهي وحدات هدفة للربح وبيكون هدف طبعاً العاملين في حق العمل المحاسبة المالية أو في مجال المحاسبة المالية أو في المنشآت الهدفة للربحة هو تحديد نتيجة أعمال المنشآة من ربحة أو خسارة وبيان المركز المالي بيان المركز المالي يعني عايزين نحدد المنشآة لها ممتلكات قدقية وعليها أموال قدقية قلنا ممتلكاتها يعني أصولها زي السيارات اللي بتمتلكها الأساس العدد والأدوات المبالغ الموجودة في خزينة المنشآة المبالغ الموجودة وتخص المنشآة في خزينة البنك وكذلك نوع السلعة اللي بتتاجر فيه المنشآة اللي أطلقنا عليه مصطلح المضاعة وما لها من مبالغ لدى العملاء سواء كانوا عملاء تجاريين أو غير تجاريين كذلك أيضاً المركز المالي بيتضمن ما على المنشآة من أموال اللي بنطلق عليه الخصوم وحقوق الملكية المنشآة عليها أموال للملاك طبعاً ودي متمثلة في حقوق الملكية أو رأس المال وكذلك عليها أموال للغير وهم طبعاً متمثلين في الدائنون والبنوك اللي بتقوم بإقراض المنشآة وكذلك الدائنون أو الموردين اللي لهم اللي المنشآة بيكون عليها لهم فلوس نتيجة تعاملاتها مع هؤلاء الموردين اللي بيوردوا لها طبعاً نوع السلعة اللي هي بتتاجر فيها وهي طبعاً اللي بنتطلق عليها مصطلح البضاع علشان نقدر نوصل للهدفين اللي هو الأدف الأول اللي زي ما أوضحنا اللي هو تحديد نتيجة أعمال المنشآة من ربحة وخسارة وبيان المركز المالي للمنشآة قلنا لابد أننا اختار طريقة من الطرق المحاسبية وأوضحنا في الحلقة السابقة أننا عندنا خمس طرق محاسبية تلاتة منهم أو تلات طرق اللي هو الطريقة الإيطالية الطريقة الأمريكية الطريقة الألمانية دول بيتناسبوا مع حجم المنشآت صغيرة الحجم عندنا طرقتين ظهروا طبعاً مع قيام الصورة الصناعية الأولى اللي هي طبعاً أخذت الفترة من 1760 من عام 1760 إلى عام 1840 خلال هذه الفترة ظهرت طرق محاسبية أخرى علشان تفي باحتياجات المصارع والشركات الكبيرة أن طبعاً أصبحت الطرق التلاتة زي ما أوضحنا الإيطالية والأمريكية والألمانية لا تفي باحتياجات الشركات والمشآت من العمل المحاسب زي ما أوضحنا أن التلات طرق دول بيتناسبوا مع حجم المنشآت الصغيرة الحجم لما بدأ يظهر عندنا منشآت كبيرة بتقوم بعملات كتير جداً في اليوم الواحد فأصبح طبعاً الطريقة مش هتفي بهذا الغرض فأصبح يظهر عندنا الطريقة الإنجليزية ثم تبعها بعد ذلك الطريقة الفرنسية إحنا عندنا خمس طرق محاسبية في بداية دراستنا لدراسة علم المحاسبة أو منهدة المحاسبة بنختار طريقة من الطريقة وضحنا أن الفضل بيرجع للوقع بتشيله عام 1494 وهو أحد المهتمين بالحساب والهندسة اللي وضع اللبنة الأولى لعلم المحاسبة في كتاب أسماء نظرية القيد المزدوج وأن نظرية القيد المزدوج هي تعتبر الأساس لتسجيل العمليات والأحداث المالية داخل الدفاتر المحاسبية يبقى أحلى كده عرفنا أن الرقم واحد لابد أن نختار طريقة من الطرق وقلنا أول طريقة هندرسها أو هنتعلمها هي الطريقة الإيطالية وهي بتتناسب مع حجم المنشئات صغيرة الحجم وليه الطريقة الإيطالية لأنها أول طريقة أوضحها لو أبا تشيله في كتابه زي ما أوضحنا نظرية القيد المزدوج في عام 1494 في مدينة البندقية بإيطاليا يبقى إحنا عندنا الطريقة الإيطالية إيه اللي بيميز طريقة من أخرى؟ سواء إيطالية أو إنجليزية أو فرنسية أو أمريكية أو ألمانية قلنا عدد أو حج عدد الدفاتر اللي بتقوم أو بتستخدمها هذه الطريقة في تسجيل العمليات المالية والأحداث المالية داخل هذه الدفاتر يبقى النظام المحاسبي أو المجموعة الدفترية في النظام المحاسبي بتختلف من طريقة إلى أخرى يبقى عندنا أول حاجة الطريقة اللي تتضمن دفتر واحد اليومية ودفتر واحد للأستاذ الطريقة الأخرى طبعا بتتضمن يعني مثلا عندنا على سبيل المثال الطريقة الأمريكية وهي أيضا بتتناسب مع حج منشآت صغيرة الحج دي بتتضمن دفتر واحد بيجمع بين اليومية والأستاذ أما الطريقة الألمانية فبيكون عندها طبعا دفترين لليومية ودفتر للأستاذ وكذلك الطريقة الفرنسية بتتضمن مجموعة من دفاتر يومية ومجموعة من دفاتر الأستاذ وكذلك الطريقة الإنجليزية بيكون عندها مجموعة من دفاتر يومية ومجموعة من دفاتر الأستاذ ما ينفعش دفتر واحد زي ما أوضحنا لأن هذه الطرق سواء الفرنسية أو الإنجليزية بتتناسب مع حجم المنشئات كبيرة الحجم يبقى أول حاجة هيعملها المحاسب هيختار الطريقة التي تتناسب مع حجم المنشئة الخاصة به طيب علشان خلي بالنا نحن عايزين نوصل لنتيجة أعمال المنشئة من ربحة وخسارة ومبين المركز المال يبقى لابد أن أنا هقوم بعمل معين أو هقوم بمجموعة من الخطوات أو الإجراءات اللي هتوصلني للأهداف العمل ما نساش دايماً أعزائي الطلاب أكون واخب بالي أن من الأهداف الأساسية لعلم المحاسبة المالية هو توفير المعلومات المتعلقة بنتيجة أعمال المنشئة وبيان المركز المال قلنا نتيجة أعمال المنشئة من ربحة وخسارة وبيان المركز المال عشان أقدر أوصل للهدفين دول رقم واحد بحدد الطريقة المحاسبية إحنا طبعاً هندرس في بداية الأمر عمليات محاسبية بسيطة فهناخد تطبيقات في منشئات فردية صغيرة الحجم وهنستند على الطريقة الإيطالية هنستند على الطريقة الإيطالية اللي هي بتقول أن احنا هنسجل عملات في دفتر يومية واحد وهنسجل وهنرحل عملات من دفتر يومية لدفتر أستاذ واحد يعني المجموعة الدفترية بتشمل دفترية في ظل الطريقة الإيطالية دفتر واحد لليومية ودفتر واحد للأستاذ علشان أقدر أوصل لنتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة بعد ما حدد الطريقة المحاسبية أو الإجراءات المحاسبية أو بحدد الخطوات اللي أنا هقوم بإجراءها خلال سنة مالية تبدأ مثلا في واحد واحد يعني مع بداية السنة الميلادية وتنتهي في 31-12 أنا عايز أحدد ربح المنشأة هل منشأة حققت ربح المنشأة حققت خسارة يبقى لازم أخذ فترة من الزمن الفترة الزمنية عندنا اسمها الدورة المحاسبية أو اسمها الفترة المحاسبية أو السنة المالية السنة المالية هي عبارة عن سنة ميلادية 12 شهر تبدأ مع بداية السنة المالية في واحد واحد وتنتهي في 31-12 يبقى نهاية كل سنة مالية في أي مشروع أو أي منشأة هدفنا للربحة يكون هدفنا تحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة وبيان المركز المالي للمنشأة علشان أقدر أوصل الهدفين دول خلال السنة المالية هقوم بإجراء مجموعة من الخطوات والإجراءات المحاسبية اللي أطلقنا عليها الدورة المحاسبية ليه دورة محاسبية؟ لأن في نهاية كل سنة مالية يعني سنة ميلادية في 31-12 بعد ما انحدد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة وانبين المركز المالي للمنشأة العام الحالي هنبدأ سنة جديدة بخطوات جديدة اللي هي خطوات الدورة المحاسبية اللي هنكررها تاني وبالتالي يكون إحنا في حالة دوران على طول عندنا دورة لا تنتهي إلى أجل غير مسمى إلى أن تنتهي حياة المشروع أو يتم بتصفيته أو إغلاقه وبالتالي مش هنقوم بإجراءة زي العاملات داخل هذا المشروع من روح يبقى عندي كل سنة بقسم حياة المشروع إلى فترات متساوية سنة مالية أو سنة ميلادية تبدأ في 1-1 وتنتهي في 31-12 وبعدين كل سنة مالية أنا عايزة أعرف أنا كسبت ولا خسرت هقوم بإجراء مجموعة من الخطوات أطلقنا عليها خطوات الدورة المحاسبية ناخد بالنعزاء الطلاب من حاجة مهمة جدا وهي أن هذه الخطوات بتمثل مهارات لابد أنك تتمكن منها يعني أي حد أشتغل في مجال المحاسبة المالية لابد يمتلك مجموعة من المهارات اللي هتمكنه من تسجيل العمليات في دفتر يومية وترحيل هذه العمالات لدفتر الأستاذ وإعداد القوائم المالية والجرد والتسويات الجردية مجموعة من المهارات المحاسبية اللي هتم تدريبك عليها خلال العام الأول اللي في مدارس التعليم الفن التجاري والفندوقي والتعليم والتدريب المزدوج بالصف الأول وكذلك بالصف الثاني تعالوا نشوف مع بعض إيه هي الخطوات دي أوضحنا أنهما 8 خطوات 8 خطوات بقوم بإجراءهم علشان أوصل الهدفين هل أنا كسبت؟ هل أنا كسرت؟ يعني أحدد نتيجة أعمال منشأة الخاصة بيا من ربحة وخسارة الحاجة التانية أبين المركز المالي وهو مال المنشأة من أموال والمتمثلة في الأصول وما على المنشأة من أموال والمتمثلة في التزامات والخصوم وحقوق الملكية الخطوة الأولى رقم واحد تحليل العمليات المالية من واقع الفواتير والمستندات الأول إيه الفواتير والمستندات؟ أي عملية مالية هتقوم بيها المنشأة هيبينها إما مستند طبعا إيه مستند إيه؟ لو المنشأة مثلا اشترت بضاعي يبقى فيه فاتورة دعت بضاعي يبقى فيه فاتورة بيع طيب المنشأة سددت مصروف الكهرباء يبقى فيه فاتورة سددت حصلت إيراد معينة يبقى فيه إيصال استلام نقضية أو ما شبه ذلك ومستندات اشترت سيارة يبقى فيه عقد شراء اشترت قطعة أرض يبقى فيه عقد شراء باعت سيارة يبقى فيه عقد بيع أو صورة من عقد البيع باعت مثلا قطعة أرض يبقى فيه صورة من عقد البيع كل هذه المستندات هي اللي بتأيد العمليات والأحداث المالية اللي بتقوم بها المنشأة خلال سنة مالية الأحداث دي يوما بيوم وتاريخا بتاريخ يعني كل يوم هنقوم بتحليلها إلى أطرفها المدينة والدائن عايزين نعرف مين مدين ومين دائن وما ننساش أعزائي الطلاب أن ندوت وفقا لقاعدة أو نظرية القيد المزدوج اللي أوضحها لو أبا تشيله عام 1494 وهي عبارة عن حقيقة العلمية كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ عشان نقدر حدد الطرف المدين والدرف الدائن يبقى الخطوة الأولى إيه بجيب المستندات أمسك هذه المستندات وبتدي حلالها وحدد مين فيها مدين ومين فيها دائن ودي أول مهارة هنتعلمها إن شاء الله النهاردة في حلقة اليوم المهارة التالية وهي تسجيل العمليات في دفتر أو دفاتر اليومية وده طبعا وفقا للطريقة المحاسبية اللي هتتتبع على المنشآة وإحنا قلنا هنتتبع الطريقة الإيطالية في ظل طبعا المنشآت الفردية أو صغيرة الحج وبالتالي يكون عندنا دفتر واحد لليومية ودفتر واحد للأستاذ بعد ما نحلل عمليات الأطراف في المدينة ودائنا هنسجل هذه العمليات في دفتر اليومية ثم نرحل هذه العمليات في الخطوة التالتة من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ ثم بعد كده نعد ميزان المراجعة اللي هو قبل التسويات ثم في خطوة تالية نعد التسويات الجردية ثم بعد كده نعد ميزان المراجعة بعد التسويات ثم بعد ذلك نعد القوائم المالية وهي اللي بتبين لي نتيجة أعمال المنشآة من ربحة وخسارة وكذلك المركز المالي قلنا عندنا طريقة تقليدية لإعداد القوائم المالية وبنعد فيها الحسابات الختمية المتمثلة في حساب المتجرة وحساب الأرباح والخسارة ودولي بيحددوا لنتيجة أو بيظهروا نتيجة أعمال منشاء من ربحة أو خسارة أما في الطريقة الحديثة ودي المتبع حاليا في ظل إعداد القوائم المالية بنعد قيمة الدخل وقيمة الدخل هي اللي بيان لنتيجة أعمال منشاء من ربحة وخسارة أما بيان المركز المالي فبالطريقة التقليدية بنقوم باعداد الميزانية العمومية وفي ظل الطريقة الحديثة بنعد قيمة المركز المالي دول شكل القوائم المالية سواء بالطريقة الحديثة أو بالطريقة التقليدية هندرس في الترمي الأول القوائم المالية بالطريقة التقليدية ثم في الترمي القادم إن شاء الله النص التالي من العام الحالي هندرس القوائم المالية بالطريقة الحديثة بعد ما بعد القوام المالية وحدا دي تيك اعمال منشاب رحل خسارة بقوم باقفال كل الحسابات المؤقتة دي الخطوة التامنة والاخيرة بقفل كل المصروفات وقفل كل الارضات كل المصروفات والخسائر اللي تخص السنة الحالية وكل الارضات والارباح اللي تخص السنة الحالية او اللي حدست في نفس السنة بقفلهم في بعض وطبعا بقفلهم يعني بترحهم وبعضهم بيكون الناتج عندي اما صافي ربحة او صافي خسارة ودي اللي طبعا اللي بتزهروا قيمة الدخل او بتزهروا حساب الار والخسائر. حسب الطريقة اللي هتتبع السابقات الطريقة التقلدية او الطريقة الحديثة. علشان ابدأ سنة مالية جديدة بمصروفات جديدة وباردات جديدة. وناخد بالنا ان احنا قلنا المصروفات والاردات والخسائر والارباح هي حسابات مؤقتة يتم اقفالها في نهاية السنة المالية. عشان نبدأ سنة مالية جديدة بارباح جديدة وخسائر جديدة. يبقى الخطوة الاولى. ازاي اقدر حدد المدينة ودائن لكل عملية من العمليات المالية وقلنا عشان نحدد المدينة والدائن وفقاً لقاعدة القيد المزدوج اللي بتقولي أن كل عملية مالية لها طرفين طرف مدينة وطرف دائن قلت لازم أستند إلى مدخل من مداخل تحديد المدينة والدائن يبقى احنا حالة للعملات المالية وفقاً لقاعدة القيد المزدوج وفي ضوء مدخل تشخيص الحسابات في ضوء هذا المدخل عزيزي الطلاب بنحدد أو بنقول أنواع الحسابات تلت أرواع النوع الأول وهو الحسابات الشخصية وأوضحنا في الحلقة السابقة أن الحسابات الشخصية دي طبيعتها مدينة ولا دينة ملهاش طبيعة الحساب الشخصي إذا أخذ يبقى مدين إذا أعطى يبقى دائنة أعطنا أن الحسابات الشخصية دي زي محمد ومحمود ووسين ووساط كل اللي الناس بتعمل معهم شاء وكذلك قلنا شخصيات طبيعية وشخصيات اعتبارية زي المؤسسات الشركة المحل المكتبة كل دي تعطي عبارة عن شخصيات اعتبارية بنحدد مدينة ودام فضوء ازاي قلنا على طول لو حساب شخصي يبقى هنقول اخذ مدين اعطى دائم النوع الثاني من الحسابات قلنا الحسابات الحقيقية والحسابات الحقيقية زي الطلاب دي عبارة عن الممتلكات اللي بنتلك المنشأة سواء كانت في شكل مد ملموس زي البضاعة والاساس والسيارات والالات والعدد والادوات وما شبه ذلك من اصول او في شكل غير ملموس متمثل في براءة الاختراع وشهرة المحل والعلامات التجارية لو زادت تبقى مدينة لو نقصت تبقى دائم الحساب الحقيقي زي الاساس لو زاد يبقى مدين لو اشتريت قصة من الاصول اساس مثلا يبقى الاساس هزيد يبقى مدينة لو باعته هينقص يبقى دائم انا خدت مبالغ او ضعطها في الخزينة الخزينة هتزيد تبقى مدينة خدت مبلغ منين من الخزنة يعني انا قصت الخزنة طالما نقصت تبقى دائنة يبقى الحسابات الحقيقية إذا زادت مدينة إذا نقصت دائنة أما نوع الثالث من الحسابات وهي الحسابات الإسمية أو الوهمية وأوضحنا أنها نوعين المصروفات والخسائر ودي طبيعتها مدينة والزيادة فيها تجعلها مدينة وبيطلق علىها أيضا الحسابات الإسمية أو الوهمية كذلك أيضا الإرادات والأرباح ودي طبيعتها قلنا دائنة الزيادة فيها تجعلها دائنة والنقص يجعلها مدين يبقى المصروفات وغسار طبيعتها مدينة الزيادة تجعلها مدينة النقص يجعلها دائن الإرضات والأرباح طبيعتها دائنة الزيادة فيها يجعلها دائن النقص فيها يجعلها مدينة أنا عشان أحدد المدينة والدائن لابد أنك أقدر أحدد الحسابات التي اتأثرت في كل عملية من العمليات واشوف الأثر اللي حصل لكل حساب هل الحساب أخذ إذا كان شخصي هل أعطى مثلا إذا كان شخص أيضا هل الحساب زاد إذا كان حساب حقيقي هل الحساب نقص إذا كان حساب حقيقي لو ذات طبعا حساب حقيقي هيكون مدين برافو لو نقص هيكون دائن كذلك الحسابات الإسمية والوهمية المصرفات و القسائر طبيعتها مدينة الزيادة تجعلها مدينة والنقص يجعلها دائن الإرادات والأرباق طبيعتها دائنة الزيادة تجعلها دائنة والنقص يجعلها مدين تعالوا نشوف مع بعض الجدول اللي معنا اللي بيوضح لنا طبيقة كل حساب و مدينيته زي ما شايفين أمامنا الآن معنا نوع الحساب وعندنا الثلاث أنواع حسابات حقيقية شخصية وحسابات وهمي أو اسم هنا بيقول لي الحساب الحقيقي ياريت نبص على الشاشة مع بعض الحساب الحقيقي إذا زاد طبعا هيكون مدين وإذا نقص هيكون دائم طيب والحساب الشخصي إذا أخذ هيكون مدين وإذا أعطى هيكون دائم والحساب الاسمي أو الوهمي لو كان مصروف أو خسارة وزاد وخليناها قبلنا أن كل المصروف كل ما بسدده يزيد يجي مدين ينقص يجي دائم وطبعا مش هنقص إلا في حالة الإقفال في نهاية السنة المالية الإرادات والأرباح كل ما حصلها تزيد وبالتالي هتكون دائمة وهيتم إقفالها في نهاية السنة وهتكون مدينة طبعا في نهاية السنة تعالوا نشوف مع بعض مجموعة من الأمثلة اللي هنتضرب على تحديد أو تحليل هذه العمليات إلى أطرافها المدينة والدائمة تعالوا نشوف مع بعض أول تدريب معانا وبيقول لي بدأ طارق سعيد أعماله التجارية بمبلغ 30 ألف جنيه أو دعها خزينة المنشأ ياريت نبص مع بعض على الشاشة ونشوف العملية والركز تاني ونقرب تركيز بيقول لي بدأ طارق سعيد أعماله التجارية بمبلغ 30 ألف جنيه أو دعها خزينة المنشأ طيب تعالوا نحل العملية مع بعض إما يقول لي بدأ طارق سعيد أعماله التجارية بمبلغ 30 ألف جنيه او دهها خزينة المنشأة هقول طبعا طارق سعيد ده مين اللي بيبدأ اعماله ده هو صاحب الايه المنشأة يبقى اللي بدأ اعماله هو صاحب المنشأة يبقى تعالوا شوف مع بعض بدأ طارق سعيد اعماله التجارية بمبلغ 30 الف جنيه او دهها خزينة المنشأة العملية ده اصرت عليه عزيزي الطلاب اول حاجة طارق سعيد ده اللي بيبدأ اعماله هو صاحب المنشأة وطالما انه صاحب المنشأة يعني صاحب رأس المال وطالما انه صاحب المنشأة هيكون صاحب رأس المال طيب هنطلق عليه ده حساب شخصي يبقى اول حاجة اخدت بالي منها ان صاحب المنشأة هنطلق عليه رأس المال يبقى نسمى صاحب المنشأة صاحب رأس المال او هنفتح لهو حساب اسم حساب رأس المال وصاحب المنشأة طبعا ده ايه شخص يبقى رأس المال حساب شخصي اعطى مين اعطى المنشأة مبلغ 30 الف جنيه في الخزينة وبالتالي الخزينة حصلها الزيادة يبقى الحل العملية الخزينة حساب ايه ممتلك بالضبط كده يبقى حساب حقيقي اللي حصله زاد وطالما زاد هيكون يا عزيزي الطلاب هيكون مدين لان الحسابات الحقيقة طبعاتها مدينة في حالة الزيادة بتكون مدينة وفي حالة النقص بتكون دائنة احل العملية يبقى اول حساب عندي حساب الخزينة حساب حقيقي زاد هيكون مدين ورأس المال اللي هو طبعا بيدل على صاحب المنشأة مش هنكتب اسمه طبعا مش هنكتب طرق سعيد فيه الدفاتر لا هنسميه حساب رأس المال يبقى صاحب المنشأة ونطلق عليه رأس المال ورأس المال طبعا حساب شخصي أعطى في هذه الحالة هيكون دائن يبقى لما حددت العملية حللت العملية لقيت لها طرف مدين وطرف دائن حساب واحد وهو الخزينة طرف مدين ورأس المال حساب واحد حساب شخصي أعطى طرف دائن كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ والمبلغ هنا أنا وريد أخذ بالنا عزيزي الطلاب 30 ألف جنيه 30 ألف جنيه طرف مدين وطرف دائن ده تطبيقا لقاعدة القيد المزدوج اللي بتقول لي أن كل عملية مالية لها طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ تعالوا نشوف تدريب كمان بيقول لي في التدريب رقم اتنين اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ أربع تلاف جنيه من محلات ماهر النصف نقدا والباقي بشيك أخو بالي اشترت بضاعة البضاعة دي عزيزي الطلاب هو نوع السلعة اللي بتاجر في المنشأة وهو بالتالي حساب حقيقي يبقى البضاعة ممتلك وطالما ممتلك تبعي حساب حقيقي لما اشتريها برافو هتزيد ولما تزيد حساب حقيقي لما زيد بقى ايه هيكون مدين يبقى كل اللي هشتريها يزيد ولما اشتري اي شيء هو طبعا انا هشتري ممتلكات وبالتالي كل اللي هتشتري منشأة هيمثل حساب حقيقي هيحصل له زيادة وهيكون مديني انا عندي اول حساب عندي هو البضاعة حساب حقيقي زاد بمبلغ أربع تلاف جنيه وبالتالي هيكون مدين بهذا المبلغ لما الحل العملان لما اشترينا البضاعة اشتريناها من محلات ماهر طيب عملنا ادينا محلات ماهر النصف نقدا يعني اعطينا محلات ماهر النصف نقدا يبقى محلات ماهر حساب ايه برافو شخصي اخذ نصف الالفين جنيه طيب نصف الاربع تلاف جنيه يبقى الفين جنيه يبقى كده محلات ماهر حساب شخصي اخذ الفين جنيه محلات ماهر حساب شخصي اخذ الفين جنيه طيب الحساب الشخصي لما بياخذ ايه عزيزي الطلاب بيكون مدين برافو يبقى محلات ماهر في هذه الحالة هيكون حساب شخصي طبعا أخذ وهيكون مدين طيب هو محلات مهر هنا لها يعني دور في الموضوع لا تم تجي نركز كده مع بعض تاني هو بيقول لي محلات مهر أخذت النصف نقدا والبق بشيك يبقى محلات مهر ما غلطش بقى وقول ده محلات مهر دي حساب شخصي أخذ وبالتالي هيكون مدين ده هي خدت النصف أو دعته في الخزنة اللي هو ألفين جنيه والنصف التاني في حسابها في البنك آه يعني اللي أخذ هنا مش محلات مهر ده محلات مهر لا حساب في البنك لأن الشيك دي بيتم التعامل فيه من خلال البنك وبالتالي البنك هو اللي هيكون حساب شخصي هيكون إيه أعطى طبعا ولا أخذ هيكون حساب شخصي نركز مع بعض البنك حساب شخصي إيه أخذ ولا أعطى أعطى طبعا محلات مهر الألفين جنيه وبالتالي هيكون طرف دائن لأن البنك هيعطي محلات مهر الفين جنيه والنصف التاني اللي هم الفين جنيه التانين اخرجناهم من المنشأة يبقى كده على طول الخزينة حساب حقيقي اللي حصله هيحصله نقص وبالتالي هيكون دائم ناخد بالنا عزائي الطلاب ان البضاء حساب حقيقي زاد هيكون مدين باربعة تلاف جنيه والخزينة حساب حقيقي نقص هيكون دائم بالفين جنيه والبنك حساب شخصي اعطى هيكون دائم بالفين جنيه ناخد بالنا ان الطرف المدين حساب واحد والطرف الدائن اكتر من حساب ولكن مجموع او مبالغ الطرف المدين اللي هما البضاعة باربع تلاف جنيه ومجموع او مبلغ الطرف الدائن ايضا الفين جنيه خزينة والفين جنيه في البنك يبقى الطرف المدين بيسوي الطرف الدائن اربع تلاف اربع تلاف كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ يبقى باطلق باتش اشترت المنشاعة بضاعة بمبلغ اربع تلاف جنيه من محلات ماهر النص نقدر يبقى مليش دعوة بمحلات ماهر. كده احنا دفعنا من الخزينة من عندنا نص المبلغ الفين جنيه بالخزينة حصاب حقيقي ناقص وبالتالي هيكون دائن. الباقي باقي راح فين البنك يعني حساب نحنا حساب المنشاة بتاعتنا في البنك. اعطى محلات ماهر النصف التاني. وبالتالي البنك هيكون حساب شخصي. اعطى محلات ماهر اللي هي الدائن. مبلغ الفين جنيه. فيكون طرف دائن. وكده عملية الطرف المدين بيساوي الطرف الدين. تعالوا نشوف عملية اخرى بيقول لي اشترت المنشاة اساس بمبلغ عشر تلاف جنيه من معرض الظهراء على الحساب او بالاجل. كلمة على الحساب او بالاجل اعزائي الطلاب بتعني ان احنا اشترينا وما دفعناش حاجة. يعني ما ادناش محلات الظهراء او معرض الظهراء اش اي مبالغ. وبالتالي معرض الظهراء هنا يكون حساب ايه? شخصي اعطى. يبقى انا عندي معرض الظهراء حساب شخصي اعطى المنشاة الاساس هše اشترت اساس فاغلما حصل الاساس هصل له زيادة. الاساس حساب حقيقي لانه ممتلك يبقى عندي الاساس حساب حقيقي زاد ومعرض الظهراء حساب شخصي اعطى المنشاة الاساس وما اخدش اي مقابل يبقى معنا على طول معرض الظهراء حساب شخصي اعطى يكون دان يبقى الاساس نحل العملية على طول حساب حقيقي زاد وبالتالي هيكون مديم بعشر تلاف جنيه ومعرض الظهراء لأن ما دناشت أي مبالغ لا عن طريق الخزينة ولا عن طريق البنك مثل العملية السابقة لأت في التدريب رقم اثنين وبالتالي هيكون معرض الزهراء حساب شخصي أعطى وبالتالي هيكون دائن كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ تعالوا شوف عملية أخرى عزيزي الطلاب بيقول لي في التدريب رقم اربعة باعت المنشأة بضاعة بمبلغ ستة الاف جنيه لمحلات سالم على الحساب أول ما شوف كلمة على الحساب أو بالأجل يعني معنا كده ان احنا ما اخدناش أي مبالغ من محلات سالم احنا اشترينا ولا بيعنا لا ده بيعنا بيعنا بضاعة بمبلغ ستة الاف جنيه محلات سالم وما اخدناش منهم أي مبالغ ليه العملية تمت على الحساب يبقى في الحالة دي البضاعة اللي حصل لها بيعنا بضاعة عكس اشترينا اشترينا كنا نقول البضاعة زادت هنا بيعنا بضاعة بل بضاعة حصل لها ايه برافو عليكم ناقصات والبضاع لما تنقص البضاع حساب حقيقي إذا نقص هيكون دائم طبعه محلات سالم حساب شخصي مش بيدل على شخص محل هو تسمى محلات سالم طيب يبقى طالما شخص يبقى اللي هصال له شخص يأخذ ولا أعطى هو اللي أخذ اللي إيه البضاع ما دفعش فلوس يبقى محلات سالم حساب شخصي أخذ وبالتالي هيكون مدين ب6000 جنيه أما البضاع حساب حقيقي نقص وبالتالي هيكون دائم يبقى عندي كده على طول طرف المدينة للعملية محلات سالم طرف مدين والبضاعة حساب حقيقي نقص هيكون دائم تعال نشوف مع بعض تدريب اخر بيقول لي سحبت المنشأة مبلغ 9000 جنيه من الخزينة اودعتهم بالحساب الجاري للمنشأة بالبنك المنشأة اخذت من الخزنة اودعت البنك ناخد بالنا اول حاجة الخزنة دي حساب ايه مرافو حساب حقيقي لانه بيمثل ممتلك والحساب الحقيقي لما ينقص هيكون ايه هيكون دائم برافو لان الحساب الحقيقي لو زاد هيكون مدين لو نقص هيكون دائم طيب والبنك البنك مؤسسة حساب شخصي طيب لما هو حساب شخصي اخذ ولا اعطى لا البنك اخذ من الخزنة بتاعت المنشأة 9000 جنيه وبالتالي البنك هيكون حساب شخصي اخذ هيكون ايه مدين بتسعة تلاف جنيه اما الخزينة فده حساب حقيقي نقص لان احنا سحبنا من خزنة المنشأة 9000 جنيه ورحنا اودعناهم في حساب الجانب للمنشأة بالبنك بأي بنك بقى بنك أين كان البنك اللي وضعنا في المبلغ أو المنشأة لا حساب فيه هيكون حساب شخصي أخص ويكون مدين والخزينة هيكون حساب حقيقي نقص وهيكون دائم نحلى العملية هنقول البنك حساب شخصي أخص مدين والخزينة حساب حقيقي نقص هيكون دائم بتسع تلاف جنيه تعالوا نشوف عملية أخرى عزيزي الطلاب التدريب رقم ستة بيقول لي باعة المنشآة بضاعة بمبلغ ستة الاف جنيه لمحلات عاصم النص بشيق والبقي على الحساب اول ما يقول لي كلمة على الحساب او بالاجل دي معنى ان محلات عاصم لسه عليها مبلغ للمنشآة بزيال عملية السابقة اللي احنا قلنا في جزء نقدا وجزء بشيق يبقى كده الحساب الشخص المنشآه وجود عندي اللي هو المحلات او الشركة او الشخص اللي انا باعتله او اشتريت منه لكن انا بيقول لي باعة المنشآة بضاعة برافو عليك هتقول للبضاعة حساب حقيقي اللي حصله لما نبيعه ناقص ولما ينقص هيكون دائن برافو يبقى كده الحساب الحقيقي اللي هو البضاعة حساب ناقص وبالتالي هيكون ايه دائن ليه ناقص لان البضاعة بيعناها واحنا لما نبيع البضاعة هتزيد ولا هتنقص هتنقص والحساب الحقيقي لما ينقص يكون دائن طيب وبعدين خدنا من محلات عاصم النص بشيق خدنا النصف بشيك يعني عن طريق البنك عاصم يدانا شيك فهنصرفه منين من البنك يبقى كده البنك حساب شخصي أعطى ولا أخذ لا البنك هيعطينا اللي هو نصف المبلغ اللي هو نصف ال6000 جنيه اللي هو 3000 جنيه وهيبقى متبكى على عاصم المبلغ الثاني اللي هو 3000 جنيه يبقى أنا عندي كده عاصم أو محلات عاصم حساب شخصي هيكون علي لنا 3000 جنيه يعني أخذ بضاعة بمقدار 3000 جنيه ومدناش أي مبالغ وبالتالي هيكون مدين وكذلك البنك حساب شخصي أيضا لنا عنده 3000 جنيه اللي هو قيمة الشيك وهيكون حساب شخصي أيضا أخذ هيكون مدين أما الطرف الدائن هيكون البضاعة وهو حساب حقيقي نقص فيكون دائن تعالوا نشوف تحليل العملية مع بعض البنك حساب شخصي أخذ مدين ب3000 جنيه اللي هو نصف المبلغ ومحلات عاصم حساب شخصي أيضا أخذ لسه متبكع عليه 3000 جنيه أخذ البضاعة ودنا شيك بالمبلغ الشيك مسقوب على البنك يبقى البنك هو اللي عليه 3000 جنيه حساب شخصي أخذ مدين وعاصم ما زال عليه لنا 3000 جنيه اللي هم باقي مبلغ البضاعة اللي أخذها اللي هي بكام عزاب الطلاب اللي هي ب xuera 3000 جنيه يبقى محلات عاصم حساب شخصي أخذ هيكون مدين بتلتة 1000 جنيه البضاعة حساب حقيقي طبعا نقص وهيكون دائن بمقدار 6000 جنيه أخذ بالي أعزائي الطلاب أن الطرف المدين حسابين البنك ومحلات عاصم بمبلغ 3000 جنيه 3000 جنيه يعني 6000 جنيه الطرف المدين إجمالي الخاص بي 6000 جنيه والطرف الدائن حسب حقيقي نقص بمبلغ 6000 جنيه يعني كل عملية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ وزي ما أوضحنا بالشرط أن الطرف يكون حساب واحد يعني الطرف المدين ممكن يكون أكتر من حساب وكذلك الطرف الدائن ممكن يكون أكتر من حساب أو ممكن يكون الطرف المدين حساب والطرف الدائن حساب وممكن يكون الطرف المدين أكثر من حساب والدائن حساب واحد أو المدين حساب واحد والدائن أكثر من حساب أو يكون طرفي القيد المدين أكثر من حساب والدائن أكثر من حساب تعالوا نشوف عملية أخرى أو تدريب آخر وبيقول لي سددت المنشأة مبلغ 5000 جنيه نقدا من المستحق عليها لمعرض الزراء يعني إيه سددت منشأة مبلغ خمس تلاف جنيه نقدا من المستحق عليها المعرض الزهراء أول حاجة معرض الزهراء ده حساب شخصي أخذ الخمس تلاف جنيه مش هنسددنا لهم مش المنشأة سددت لهم يبقى على طول معارض الزهراء ده حساب شخصي أخذ وبالتالي يكون مدين ممتاز طيب وإيه الخمس تلاف جنيه بقى دول خرجوا منين من خزينة المنشأة تبقوا الخزينة حساب حقيقي اللي حصله سددنا منه يعني أخدنا منه ادنا معرض الزهراء يبقى في الحالة دية يكون الخزينة حساب حقيقي نقص وبالتالي هيكون دائن ومعرض الزهراء يكون حساب شخصي أخذ وبالتالي هيكون مدين نحل العملية زي ما أوضحنا معرض الزهراء حساب شخصي أخذ مدين خمس تلاف جنيه والخزينة حساب حقيقي نقص هيكون دائن كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ تعالوا نشوف عملية أخرى وتدريب معنا بيقول لي حصلت المنشأة حصلت المنشأة مبلغ 600 جنيه نقدر نقدا يعني خزينة طب حصلنا يعني احنا المنشأة أخذت من أحد العبلاء اللي بيتعاملوا معاها مبلغ 600 جنيه السادة اللي دين عليه مين هو العميل ده اللي هي محلات سال يقول لي حصلت المنشأة مبلغ 600 جنيه نقدا من المستحق لها لدى محلات سال يبقى هنا على طول الخزينة طالما قال لي نقدا نبقى لخزينة حصلنا يبقى ايه زادت طول نقصت برافو زادت والخزينة لما تزيد الخزينة حساب حقيقي لما يزيد هيكون مدين ممتاز يبقى عندي الخزينة حساب حقيقي زاد وهيكون مدين ب600 جنيه أما محلات سالم هيكون حساب شخصي أعطى المنشأة في الخزينة ببلغ 600 جنيه وبالتالي هيكون دائن تعالوا نحل العملية مع بعض أول حاجة عندي الخزينة حساب حقيقي زاد ده يكون مدين ب600 جنيه ومحلات سالم حساب شخصي أعطى هيكون دائن كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ ده طبعا نظرية القيد المزدوج وزيما احنا شايفين عزيزي الطلاب كل من حل العملية من العملات فعلا نجد لها طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ حتى لو كان الطرف المدين أكتر من حساب أو الطرف الدائن أكتر من حساب أو الاتنين أكتر من حساب في نفس العملية تعالوا نشوف تدريب كمان عشان نأكد فهمنا للكيفية اللي نحلل بها العمليات المالية أو الأحداث المالية اللي بتقوم بها المنشأة في شكل طرف مدين وطرف دائن وتطبيقا لقعدة القيد المزدوج وفي ظل أو في ضوء مدخل تشخيش الحسابات زي ما وضحنا عندنا حسابات شخصية وحسابات حقيقية وحسابات اسمية أو وهمية ونأكد تاني عزيزي الطلاب الحساب الشخصي إذا أخذ مدين إذا أعطت دائن الحسابات الحقيقية إذا زادت مدينة نقصت دائنة المصرفات والخسائر طبيعتها مدينة الزيادة تجعلها مدينة النقص يجعلها دائنة الإرادات والأرباح طبيعتها دائنة الزيادة فيها تجعلها دائنة النقص فيها يجعلها مدين تعالوا نشوف عملية من العمليات اللي ممكن تحدث في أي منشأة من المنشأة العملية رقم ستة تسعة بيقول لي حصلت المنشئة مبلغ 100 جنيه ايراد خدمات نغدا اول ما يقول نغدا امسك الخزينة على طول اول الخزينة تبنى الخزينة لما الحصل 100 جنيه الا هيحصل تم ادعى في الخزنة يبال الخزنة حصلها ايه مرافع عليكم زادت والخزنة حسب ايه حقيقي لما يزيدها يكون ايه مدين ممتاز انا اول طرف حددته هو الطرف المدين الخزينة حسب حقيقي زاد بمقدار 100 جنيه وبالتالي هيكون مدين لان الخزينة الحسب الحقيقي لما بيزيد بيكون مدين وفي العملية الخاصة بنا زادة بمقدار 100 جنيه الطرف التاني العملية بيقول لي ايراد خدمات ويحن قلنا ان الارادات طبعتها دائنة وكل ما نحصل ايراداتها تزيد وطاعد ما بنحصلها وبتزيد الارادات طبعتها دائنة والزيادة فيها تجعلها دائنة والنقص يجعلها مدينة ونخذ بالن عزيال الطلاب ان في البداية المصرفات هتكون مدينة والإرادات المصرفات هتكون مدينة والإرادات هتكون دعينة مع التحصيل بالنسبة لإرادة ومع السدف بالنسبة للمصرف. لكن في مرحلة متقدمة عند إجراء تسوية الجردية وكذلك إجراء قد الإقفال المصرفات هتيجي دعينة عند الإقفال والإرادات هتيجي مدينة عشان نجعل رصدهم سفر زي ما أوضحنا ونبدأ سنة مالية جديدة بأرباح جديدة وإرادات جديدة ومصرفات جديدة وخسائر جديدة وده طبقا لمبدأ استقلال الاستقلال في نظرية المحاسبة أن كل سنة مستقلة على السنة التالية لها من أرباح وخسائر بعمل استقلال يعني ما بدخلش أرباح أو خسائر سنة في السنة التي تليها عايزين نحدد إحنا كسبنا أدائها وخسرنا أدائها في السنة الحالية وكل سنة من السنوات على حدة ولا يوجد تداخل بين السنوات أو بين الأرباح والخسائر من سنة لأخرى الطرف الثاني يكون عندي لهذه العملية إيه عزيزي الطلاب احنا قلنا الخزينة فسعب حقيقي زاد وبالتالي هيكون مدين بمقدار 100 جنيه أما إرادة الخدمات فهيكون حساب اسمي أو وهمي وطبعا إراد وزاد فهيكون دائن كل عملية مالية لها طرفان الخزينة في هذه العملية مدينة بمبلغ 100 جنيه وإرادة الخدمات دائن بمقدار 100 جنيه كل عملية مالية لها طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ تعالوا تشوف عملية أخرى وبيقول لي في التدريب رقم 10 سددت المنشأة نقدا مبلغ 900 جنيه أجور ومرتبات و600 جنيه إيجار محل الأجور والمرتبات مصروف لأنه مقابل خدمة العمل اللي بيأديها العمال عندنا في المنشأة والموظفين والإيجار هو أيضا مصروف لأنه مقابل خدمة أو استغلال مكان معين ملك الشخص آخر أو لجهات أخرى غير المنشأة بتاعتنا وبالتالي بنتفعله مقابل استغلال هذا المكان أو هذا المحل وبالتالي الإيجار نقبلنا أن الإيجار ده مقابل استخدام مكان أو محل مثلا أو منشأة أو مبنى مأجرينه منين أو مغزن مأجرينه منشأة من أي شخص أو من أي شركة وبالتالي هيعتبر إيه؟ هيعتبر إيجار المحل مصروف. الأجور ومرتبات اللي بنتفع على الموظفين هي أيضا مصروف. أنا عندي كده. الأجور مرتبات مصروف والإيجار وإيجار المحل مصروف دفع نقداً من الخزينة يبقى الخزينة معنا الخزينة حساب حقيقي والخزينة حساب حقيقي لما نسدد منها هذه المبالغ الخزينة هتنقص والخزينة حساب نوعه حقيقي لما ينقص هيكون دائم الاجور والمرتبات وإيجار المحل دي حسابات اسمية أو وهمية ومصروفات وعند السادات بتكون طبعاً مدينة لأنها بيحصل لها زيادة وهي نوعها اسمي أو نوع الحساب بتاعها اسمي أو وهمي مصروف وبالتالي عندها السادات ده هيكون مدين تعالوا الحل العملية مع بعض الطرف المدينة اللي عملية هيكون حسابين أجور ومرتبات وده اسمي طبعا نوع اسمي مصروف وبالتالي يكون مدين بمقدار 900 جنيه كذلك أيضا عندنا الأجور أو الإيجار المحل وهو طبعا أيضا حساب اسمي أو وهمي هيكون مصروف وبالتالي يكون مدين ب600 جنيه طيب 900 جنيه و600 جنيه دول دفعوا منين أعزائي الطلاب تم دفعهم من الخزينة يعني الخزينة كده خرج منها مبالغ كم أعزائي الطلاب خرج منها 1500 جنيه وال1500 دولة بيخرجوا من الخزنة الخزنة حساب حقيقي نقص ب1500 جنيه هيكون طرف دائن يبقى الطرف الدائن عنده يكون الخزينة حساب حقيقي نقص هيكون دائن بمقدار 1500 جنيه كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ وزي ما وضحنا عزاء الطلاب مش شرط ان الطرف المدين يكون حساب واحد ولا الطرف الدائن يكون حساب واحد لا ممكن يكون الطرف المدين اكثر من حساب والطرف الدائن اكثر من حساب وزي ما وضحنا هي دي الكيفية اللي بنحلل بيها العمليات عزاء الطلاب الى اطرفها المدينة والدائنة وفقا لقاعدة القيد المزدوج وفي ضوء مدخل تشخيص الحسابات يبقى احنا عندنا اول خطوة من خطوات الدورة المحاسبية وهي تحليل العمليات المالية لأطرافها المدينة والدائنة ازاي قدر حل العمليات لأطرافها المدينة والدائنة قلت اول حاجة بجيب الفواتر والمستردات وبعدين ابتدي احلل هذه العمليات يعني احدد الحسابات اللي اتأثرت من اللي زاد من اللي نقص اذا كان حساب حقيقي مين اللي اخذ من اللي اعطى اذا كان الحساب شخصي يبقى لو اخذ يبقى مدين لو اعطى يبقى دائن كذلك ايضا بحدد هل الحساب اسمي او وهمي يعني لو كان مصروف ولا اراد خسارة او ربح لو كان مصروف او خسارة ده طبعا طبيعته مدين في حالة السداد بيظل مدين ولو كان اراد او ربح ده طبيعته دائن في حالة التحصيل بيظل دائن وفي حالة التحصيل بيظل دائن وطبعا قلنا الحسابات المصروفات والخسائر والارادات والارباح اللي حدثت في نفس السنة المالية بيتم إقفالها في نهاية السنة المالية وده طبعاً طبقاً لمبدأ المقابلة في نظرية المحاسبة بنتم إقفال الحسابات المؤقتة وهي المتمثلة في المصرفات والإيرادات والأرباح والخسائر اللي تخص نفس السنة أو اللي حدثت في نفس السنة المالية يبقى ناخد بالنعزاء الطلاب أن نظرية القيد المزدوج هي تعتبر الأساس لتحليل العمليات المالية أو بحلل العمليات المالية وفقاً لقاعدة القيد المزدوج كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ طيب بعد ما حللنا العمليات الخطوة التنزم أوضحنا بنسجل هذه العمليات في دفتر اليومية لكن تعالوا معايا تعالوا ناخد تدريب كمان نوضح من خلاله الكيفية اللي هنحلل بقى العمليات لأطرفها المدينة والدائنة وناخد بالنعزاء الطلاب أني وأنا بحلل العمليات دي مهارة عقلية بحلل العمليات لأطرفها المدينة والدائنة دي مهارة عقلية يعني مش مطلوب مني أن نسجل في الدفاتر لكن احنا هتدرب على استخدام الورقة والألم لتحليل العمليات المالية لأطرفها المدينة والدائنة تعالوا نشوف مع بعض التدريب أو التمرين اللي هو طبعاً بيقول لي تمت العمليات التالية بمنشأة الصبر طيب خلال شهر مارس 2021 بيقول لي تمت العمليات التالية بمنشأة الصبر طيب خلال شهر مارس 2021 وبيقول لي أول عملية في واحد منه بدأت المنشأة عملها التجارية برأس مال 20 ألف جنيه أوضعت النصف بالبنك والباقي بالخزينة طيب إيه واحد منه يا عزيزي الطلاب هو في بداية التدريب فوق بيقول لي تمت العمليات الآتية بمنشأة الصبر طيب خلال شهر مارس 2021 يعني سنة 2021 لما يقول لي في واحد منه يعني في واحد مارس 2021 اتنين منه يعني في اتنين مارس 2021 يعني اتنين من نفس الشهر من نفس السنة طيب أنا عندي حوالي ستة عمليات على طول أسيبهم بقى واجرأ على المطلوب بيقول لي المطلوب تحليل كل عملية من العمليات السابقة لطرفيها المدين والداء يبقى هو عايز نحلل العمليات دي كل عملية من دي أو كل حدث مالي من هذه العمليات لأطرافها المدينة والدائم يريد بقى مخرجنا يكون معنا كده ونركز مع بعض ونشوف إزاي هنقدر نحلل العمليات دي لأطرافها المدينة والدائم أول عملية بيقول لي في واحد منه بدأت المنشأة أعمالها التجارية برأس مال 20 ألف جنيه أوضعت النصف بالبنك والباقي بالخزينة طيب نحلل العملية مع بعض عزيزي الطلاب تعالوا نشوف مع بعض أول عملية بيقول لي نشوف مع بعض بدأت المنشأة أعمالها التجارية برأس مال 20 ألف جنيه أوضعت النصف في البنك والنصف فين في الخزينة يبقى عندي العملية دي أثرت عليه العملية رقم واحد أول حاجة عندي البنك تأثر وبعدين عندي بعد البنك عندي الخزينة مش كده أوضعت النصف في البنك والنصف في الخزينة وبعدين عندي مين طالما قال لي بدأت المنشأة أعمالها يبقى على طول عندي حساب شخصي وهو رأس المالي بقى على طول هكتب رأس المالي برأس المال ده بيدلل على صاحب المنشأة أبدأ بقى حدد طبيقية نوع كل حساب طيب أول حاجة البنك ده حساب إيه برافو حساب شخصي أخذ والله أعطى لقد أخذ مش صاحب المنشأة أو ضعب للمنشأة مبلغ قد إيه 20 ألف جنيه تمام يبقى البنك حساب شخصي إيه اللي حصل له أخذ ولحساب الشخصي إذا أخذ يكون إيه مرافو مدين يبقى حساب الشخصي إذا أخذ يكون مدين وإذا أعطى يكون داني نبقى أول عندي حساب عندي يكون مدين هو مين البنك طبعا بمبلغ كام بمبلغ نصف المبلغ ده طبعا عندي 200 ألف جنيه مش 20 ألف جنيه كاتب لي 200 ألف جنيه أو دا اعطي النصف بالبنك والباكب بالخزينة يبقى أنا عندي هنا مئة ألف. وطبعا رأس المال بالإجمال المبلغ اللي هو متين ألف. تعالوا نشوف الخزينة. الخزينة حساب حقيقي. العملية دي دي مهارة عقلية. انا بحل عملات فين في عقلي. يبقى الخزينة حساب حقيقي. اللي حصل له زاد ولا نقص برافو زاد. طيب صاحب المنشأة جاب المبالغ اودعها في المنشأة. وما اللي حصل بعد كده لما اودع المبالغ في المنشأة حصل زيادة للمبالغ في الخزينة بمئة ألف جنيه. وبالتالي الخزينة هيكون حساب حقيقي زاد هيكون مدينة. رأس المال حساب شخصي برافو اللي هو بيدلل على صاحب مين الملاك اللي هو ملاك المنشأة وصاحب المنشأة. اللي حصل مين اللي اعطى البنك والخزينة المبالغ دي. رأس المال بقى رأس المال حساب على طول كده شخصي هيكون اعطى وبالتالي هيكون دائن. كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ. عنده الطرف المدين اكتر من حساب وهو طبعا متمثل في البنك والخزينة والطرف الدائن ورأس المال والمتمثل طبعا في مبلغ مئتين الف جنيه. مبلغ طرف المدين البنك والخزينة والطرف الدائن رأس المال بمئتين الف جنيه. تعالوا نشوف العملية التالية. وهو بيقول لي فيها في اتنين منه تعالوا نشوف الشاشة مع بعض. بيقول لي في اتنين منه اشترت المنشأة في اتنين منه اشترت المنشأة سيارة بمبلغ خمسين الف جنيه. يبقى في اتنين منه اشترت المنشأة سيارة بمبلغ خمسين الف جنيه من معرض حدوتة بكم بشيك. يبقى ناخد بالنا في اتنين منه يعني اتنين من شهر مارس سنة الفين واحد وعشرين. يبقى في اتنين مارس اشترت المنشأة سيارة يبقى احلل العملية على طول عملية رقم اتنين. احللها ناخد بالنا. السيارة عند السيارة. وبعدين المبلغ طبعا قدع فين من معرض حدوتة قلنا بشيك. يبقى عندنا على طول كده السيارة وعندنا معرض حدوتة ملوش اي علاقة بالموضوع لان ايه سددنا المبلغ له بشيك. يبقى انا على طول عند السيارة والشيك اللي هو الايه البنك. طيب انا لما اشتريت السيارة السيارة نوعها ايه حساب حقيقي. ايه اللي حصل له اشتريته قلت اي حاج اشتريتها هيبقى ايه اللي هو احصل له زاد وطلما زاد هيبقى برافو مدين. طب بمبلغ كام? بمبلغ الخمسين الف جنيه. انا اشتريت السيارة ب خمسين الف جنيه. يبقى اعلى طول السيارات عندي زادتد بمقدار خمسين الف جنيه. اشتريت من معرض حدوتة بشيك. يبقى مليش داعو على طول كده بمعرض تحدوتة. معنا كده ان ايه ان انا اعطيت معرض حدوتة الشيك يبقى الشيك علا طول ويتصرف من البنك يبقى البنك في الحالة دي هتكون حساب برافو شخصي إيه اللي حصل هيعطي بقى محلات هيعطي معرض حدوتها اللي هو الخمسين ألف جنيه هيكون طبعا حساب شخصي أعطى وبالتالي هيكون دائم نقبلنا برضو الحساب الطرف المدين خمسين ألف الطرف المدين خمسين ألف والطرف الدائم خمسين ألف جنيه كل عملية مالية لها طرفين طرف مدين وطرف دائم وبنفس المبلغ عند على طول السيارة حساب حقيقي زاد هيبقى مدين والبنك حساب شخصي أعطى وبالتالي هيكون دائم بمبلغ الخمسين ألف جنيه لأنه لازم الطرف المدينة يتساوى معه الطرف الدائم تعالوا نشوف عملية تانية وبيقول لي في تلاتة منه اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ تلاتة وتلاتين ألف جنيه من محلات سالم بالأجل يبقى نحلل عملية مع بعض اشترت المنشأة بضاعة يبقى أنا عندي أول حاجة البضاعة وبعدين المنشأة لما اشترت البضاعة دفعت المبلغ لمحلات سالم لا اشترت من محلات سالم بالأجل يعني ما ادفعتش حاجة لمحلات سالم يبقى أنا عندي الطرف التاني أو الحساب التاني اللي هو محلات سالم البضاعة حساب مرافو حساب حقيقي ايه اللي حصل له زاد بشان اشترت البضاعة يبقى البضاعة لطول حساب حقيقي ايه زاد ولما يزيد هيكون برافو عليكو حساب هيكون مدينة بقى العملية اللي هي في تلاتة كام منه يعني تلاتة تلاتة الفين واحد وعشرين اشترت المنشأة بضاعة مبلغ تلاتة وتلاتين ألف جنيه بقى البضاعة عندي بتلاتة وتلاتين ألف جنيه هيكون حساب حقيقي زاد وبالتالي هيكون مدين ومحلات سالم اللي حصل لها اشترينا منها وما سددناش لها المبالغ فبالتالي هيكون حساب شخصي محلات سالم اعطى وبالتالي هيكون دائن بنفس المبلغ اللي هو تلاتة وتلاتين ألف جنيه كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ احنا عندنا في العملية في تلاتة تلاتة الطرف المدين البضاعة والطرف الدائن اللي هي محلات سالم لانه حساب شخصي اعطى والحساب الشخصي اللي ما بيعطي بيكون دائن تعالوا نشوف العملية الاخرى اللي هو بيقول لي في اربعة منه سددت المنشأة تعالوا نشوف الشاشة مع بعض في اربعة منه سددت المنشأة مبلغ تسعمية جنيه فاتورة مياه نغدا يبقى العملية رقم اربعة اللي هي فاربعة منه يعني فاربعة تلاتة عشرين واحد وعشرين يعني سنة عشرين واحد وعشرين المنشأة اشترت او سددت اربعة منه سددت المنشأة مبلغ تسعمية جنيه فاتورة مياه نغدا يبقى انا عند على طول اول حاجة عندي فاتورة المياه هنسميها مصروف مياه ده اول حساب عندي طيب الحساب التالي اللي اتأثر او الحسابات الخزينة احنا سددنا من اين من الخزينة يبقى على طول الخزينة او النقدية هوت المبلغ اندفع من الخزينة طيب نحلل بقى مع بعض المبلغ ايه هو المبلغ اللي اندفع كله اللي هو فاتورة المياه تسعمية جنيه يبقى مصروف المياه اللي هو مقابل خدمة توصيل المياه تسعمية جنيه طيب والخزينة ايه اللي حصل لها الخزينة ايضا نقصد بمبلغ كام تسعمية جنيه يبقى على طول عند المياه حساب برافو عليك اسمي نوعه مصروف وايه اللي حصل له في الحالة دي زاد يبقى يكون مدينة وقلنا دايما المصروفات عند السادات بتكون مدينة تابوا الخزينة نوعه حساب حقيقي ايه اللي حصل له عزياء الطلاب حساب حقيقي نقص يا ام زاد لا احنا دفعنا المبلغ التسعمية جنيه منين بتوع مصروف الكارواء من الخزنة يبقى الخزنة حساب حقيقي ايه اللي حصل له عزياء الطلاب نقص وبالتالي هيكون دائم وبالتالي هيكون ايه دائم بكل عملية مليئة لها طرف مدين وطرف دائم وبنفس المبلغ الطرف المدين عند 900 جنيه والطرف الدائم 900 جنيه تعالوا نشوف العملية اللي بعدها بيقول لي في خمسة منه حصلت المنشأة ايراد عكار بمبلغ 7000 جنيه نقدر نقبلنا بيقول لي حصلت المنشأة في خمسة منه يعني في خمسة كام تلاتة اللي هو خمسة مارس عشرين وواحد وعشرين يبقى انا اخب بالا ان كلمة منه يعني من نفس الشهر من نفس الايه من نفس السنة بيقول لي بقى هنا على طول في خمسة منه حصلت المنشأة ايراد عكار بمبلغ 7000 جنيه انا عندي اول حاجة ظهرت عندي ايراد عكار طيب بمبلغ 7000 جنيه يعني ايراد عكار دي ب7000 جنيه ايه اللي حصله ايه اللي حصل بعد كده حصلناه اودعنا المبالغ فين اودعناها في الخزينة يبقى عند الخزينة على طول كده حساب حقيقي طبعا اللي حصل له لما حصلنا زاد بال7000 جنيه بنول على طول الخزينة حساب حقيقي اللي حصل له زاد وبالتالي هيكون مدين لان الحساب الحقيقي لما زيد هيكون مدين ايراد العكار برافو عليك حساب ايه اسمي او وهمي نوعه ايراد وطبعا عنده التحصيل بيزيد فهيظل دائن يبقى عندي الطرف الدائن ايراد العكار والطرف المدين حساب الخزينة كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس المبلغ اخر عملية معايا وهي ولي في ستة منه سددت المنشأة المستحقة عليها لمحلات سالم بشيك انا اسيب لكم العملية اللي هي اخر عملية اللي هي في ستة منه سددت المنشأة المستحقة عليها لمحلات سالم بشيك ان احنا انحلل هزي العملية لكن لو خدنا بالنا اللي حصل سددت بقى محلات سالم حساب شخصي اخذ هيكون مدين والبنك طبعا طالما سددنا بشيك يعني البنك هينقص وبالتالي هيكون طرف دائن لانه طبعا إلا يحصل البنك هنقص ولا هيأخذ ولا يعطي البنك في الحالة دي هيكون أعطى محلات سالم وبالتالي هيكون طرف دائن لأن حساب الشخص اللي ما بيعطي بيكون دائن لما بيأخذ بيكون مدين ده عزيزي الطلاب الطريقة اللي أنا بحلل بها العمليات لأطرافها المدينة والدائنة بتمنى أنتم تكونوا استفدتم من الحلقة اليوم الكيفية أو تعرفتم على الكيفية اللي احنا بنحلل بها العمليات لأطرافها المدينة والدائنة وفقا لقاعدة القيد المزدوج وتطبيقا أو في ضوء مدخل تشخيص الحسابات عندنا ثلاث أنواع الحسابات حسابات شخصية حساب الشخصي أخذ مدين أعطى دائن حسابات حقيقية حساب الحقيقي زاد مدين نقص دائن حسابات اسمية وهمية الحساب الاسمي زكام مصروف وفي الحالة دي طبعا الاسمي مصروف وزاد طبعا عند السداد هيكون مدين ولو كان إراد والإراد طبعا طبيعته دائن عند التحصيل هذه فيظل دائن يارب تكونوا مستفدتم من حلقة اليوم وإن شاء الله بإذن الله بنوعدكم بحلقة قادمة نستكمل فيها حديثنا عن مهارة جديدة من مهارات المحاسبة المالية أو من المهارات الأساسية للمحاسبة المالية في الختام بتمنى لكم التوفيق والنجاح وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا في حلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة المالية وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته